بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نواصل ما كنا نتكلم عنه في شرح العقيدة الوسطية وقد انتهينا في المقطع السابق من الكلام على وسطية أهل السنة والجماعة ونبدأ الآن بعد أن ذكر المؤلف نصوص الصفات في الكتاب السنة ووسطية أهل السنة والجماعة في ذلك إلى الكلام في تفصيل بعض الصفات التي كثر الكلام فيها بين طوائف اللمة المختلفة المؤلف لن يخوض في مذاهب المخالفين وإنما سيفصل في مذهب أهل السنة والجماعة بناء على ما تكلم عليه هؤلاء فجانب الصواب فسيبين الطريق الصواب فقط فسيبدأ بأول صفة وهي قضية صفة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وكيف يجمع بين ذلك العلو وبين معيته سبحانه وتعالى لخلقه فقال المؤلف وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم لأن بعد ما بين العلو أتى وقال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ثم قال وليس معنا قوله وهو معكم سيأتي يجيب على إشكال لأن بعض الناس قد يتوهم من قول أن الله سبحانه وتعالى معنا أنه مخالط لنا وبعض الناس يفهم هذا أنه معنا إذن هو مخالط لنا وهذا إشكال سيأتي المؤلف يجيب عليه وسأذكر مثالا بعده يتضح به الإشكال إن شاء الله كما ذكر المؤلف أيضا مثال فقال وليس معنا قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة اللغة إذا قالت وهو معكم المعية في اللغة لا تعني الاختلاف بالضرورة وإنما تعني القرب تعني المعية فقط ولا تعني الاختلاف قال وقوله سبحانه وتعالى وهو معكم وليس معنا قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة بل القمر الآن سيأتي المؤلف يذكر مثال كيف أن المعية لا يلزم منها لا يلزم من المعية الاختلاط قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته فالآن القمر آية من آية الله سبحانه وتعالى وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافرين مكان الإنسان إذا خرج من شرق الأرض إلى غربها لو خرج من شمالها إلى جنوبها لو قدم من بلاد الشام إلى مكة أو من جنوبها إلى الشمال من قدم من اليمن إلى مكة فإنه لا يزال يسير والقمر معه لو قدم من الشرق إلى الغرب فإنه لا يزال يسير في الليل والقمر معه فالقمر معه والإنسان يقول هذا الإنسان يسير والقمر معه ولا يعني معية القمر لا تعني الاختراط ليس بالضرورة كون القمر معه أنه مختلط معه قال وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته فإذا إذا كان الشيء عال في السماء لا يلزم من ذلك أن يكون ليس معك بل المعية موجودة وإن كان عاليا كما في شأن القمر ولا يلزم من هذه المعية حصول الاختلاط لا يلزم من المعية أن يكون مختلط معي حال معي في الأرض لا يلزم من ذلك وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه عال وأنه في السماء كل ما ذكره وما ذكره وأنه معنا كل هذا حق على حقيقته فالذي أخبر أنه فوق كل شيء وأنه عالي وأنه العلي هو الله سبحانه وتعالى والذي أخبر أنه معنا هو الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن بذلك على حقيقته وسأتي بمثال يبين الفكرة بعد قليل بجلاء ويتضح به الإشكال إن شاء الله قال وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف لا يحتاج إلى تحريف لا ليس المقصود المعية أنه معنا بل المقصود بالمعية أنه يحفظنا لا ليس هذا بل الله أخبر أنه معنا نعم معنا أخبر أنه عالي نعم عالي نؤمن بهذا وبهذا ولا تنقل وسأتي يبين هذا إن شاء الله بعد قليل قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ما قد يفهمه الإنسان من معاني خاطئة إن الله معنا أي أنه حال معنا في الأرض مختلط معنا في مخلوقاته داخل في مخلوقاته نقول هذه المعاني باطلة المعنى الفاسد ننفيه لكن أصل المعنى نثبته طب لماذا ننفيه؟ أن المعنى الفاسد هذا ليس من معنى الصفة وإنما هذا أمر توهمه العقل البشري بناء على مألوفه فإن مألوف الناس أن من كان معي فهو مختلط معي في المكان الذي أنا فيه لكن هذا لا يلزم من المعية وسيئة إن شاء الله البيان قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تضله أو تقله وهذا باطن في الإجماع يعني إذا قلنا أن الله في السماء ليس المقصود أنه في السماء أي داخل هذا المخلوق الذي هو السماء بل السماء هنا ليس المقصود فيها السماوات السبع المخلوقة السماء أي العلو من السمو الله في السماء السماء العلو ليس السماء أي السماء المخلوقة داخل هذا المخلوق فالله في السماء أي العلو كما ورد في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي العلو إنسان الخشبة العالي ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فليس المقصد مثلا في هذه آية السماء إنما العلو فالله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو لا يعني أنه حال في هذا المخلوق الذي هو السماء قال لكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تضله أو تقله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إذن الله سبحانه وتعالى عظيم جليل أعظم من كل شيء فكيف يمكن أن يكون قد حل في شيء دعونا نأخذ ما يتعلق بالقرب ثم آتي بمثال آتي بمثال يتضح به الإشكال التي قد يحصل في الذهن قال فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب يعني أن علوه لا ينفي قربه وعلوه لا ينفي معيته فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أي أن الصحابة لما رفعوا أصواتهم في الذكر يريدون أن يبلغوا بأصواتهم فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره سبحانه من علوه وفقيته فهو سبحانه وتعالى عال فوق السماوات وكذلك هو معنى وقريب فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه فالله سبحانه وتعالى هذه نقف معه ليس كمثله شيء الإشكال الذي يحصل هنا في هذا الموضن في بعض الأفهام البشرية أنهم لما توهموا وظنوا أن المعية لا تكون إلا باختلاط وأن القرب لا يكون إلا باختلاط فيما هم فيه من مكان في وفق مألوفهم ومعتادهم أرادوا أن يحكموا بهذا الإلف والمعتاد على الله سبحانه وتعالى وهذا وهم وخطأ كبير وأبين هذا الخطأ في المثال الذي أشرت إليه وبإذن الله سيتضح بهذا المثال الإشكال الذي قد يحصل في الذهم بجلاء إن شاء الله أبين هذا المثال في المقطع التالي وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة